مع أزديات حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور متحورات جديدة وكان آخر متحور أوميكرون صار هناك حاجة ملحة لحتى ترجع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس اليوم رح نحكي يا عودي عن فريق حمل المسؤولية الاجتماعية كاملة منذ بدء جائحة لليوم تحديدا رح نشوف شو الجديد بما يتعلق بالتصدي للمتحور الجديد مع دكتور عمر إبراهيم من فريق دكتور عقمها صار معنا ضمن استيديو دامسكو سعد أوقاتك ويعطيك العافية الله يعافيك يا رب ويسعد أوقاتك وشكرا كتير لأستضافتكم الكريمة أهلا وسهلا فيك وشرفنا بداية خلينا نرجع لبداية الذروة الرابعة يلي نحن يعني كمان هلأ رح نتأكد منك إذا نحن بنهايته أمنه نحن ما زلنا في أوجه كيف تتعامل الفريق مع بداية الذروة الأخيرة؟ لأن نحن بتعاملنا بالفريق مع الذروات كلها كان تقريبا متشابه نحن منحضر حالنا طبيا نتابع آخر الدراسات منرفض الفريق بكوادر طبية إضافية منزيد عدادنا ومنزيد الأشياء اللي نحن ممكن نعملها للمريض سواء نقدم له الأدوية والاستشارة الطبية أو المعاينات الطبية أو ندعمه بأسطوانات الأكسجين وغيرها من هدول الأشياء فنحن هذا الشيء كان دائما خلال كل الموجات وكلما أننا نحن نعمل نزيد بالأعداد سواء أعداد الأطباء أو أعداد المستفيدين من مرضى أو من حالات بالدفقة استشارات هاتفية اليوم هل تعرض الفريق لوقت كانت الحالات أو الإصابات فوق المتوقع؟ نحن قبل ما بتبدأ كل موجة نكون عاملين إحصائيات ومنشوف ومنقارن بين الموجات السابقة وللأسف نحن كل مرة عم نواجه أعداد غير المتوقعة نحن نكون حاسبين مثلا أنه خلال اليوم الواحد ممكن نعاين بين المئة للمئة وخمسين مريض ومنكتشف أنه بعض الأيام لأ نحن وصلنا للمئتين بعض الأيام كان العدد أقل من هيك فدائما فيه أشياء ما تكون مثل توقع فيه أعداد متفاوط دائما ما عم تكون قريبا متوقع بشكل كثير ولكن عم بتكونوا جاهزين؟ طبعا أكيد جاهزين دائما مثل ما حكيت لك نحن دائما عم نرفع عدد الكوادر الطبية وعداد المستفيدين ومنحاول قدر الإمكان منغطي أكبر عدد ممكن لاحظنا يعني أتوقع بالذروة الثالثة كان فيه طلب كثير كبير على موضوع استوانات الأكسجين أتوقع بالذروة الثالثة؟ بالذروة الثالثة والرابع كمان حتى الرابع يعني أخرين أقول ما كتير عم نسمع بحجة الناس لموضوع الأكسجين هل ترى الأعراض مختلفة؟ هل ممكن المستشفيات يتساعها صار أكبر؟ شو السبب؟ لا وزارة الصحة دائما عم تزيد الساعة الاستيعابية بالمستشفيات مثل ما بلشوا ببداية أزمة الكورونا أنه نخصصوا مشفى الزبداني بعدين مشفى الطوارق وغيرها وكمان لهلا هنه عم يتابعوا بهذا الموضوع ويزيدوا عدد الأسرة بالمشافي وخاصة أقسام العناية المشددة ونحن بالنسبة لأنه ازداد عنا الطلب شوي على الأكسجين خلال الموجة الأخيرة خلال الموجة الحالية كان الطلب أخف لكن لا يزال موجود ونحن ما بنعرف إذا وصلنا لزروة هي الموجة أو لا لذلك بدنا ننتظر شوي مشان نقول أنه نحن ازداد عنا الطلب أو لا لكن الأهم أنه هو لا يزال موجود وفي مرضى بحاجة أكسجين ودعمه شو أبرز مشهد خلالي نقول بالذروة الحالية أبرز مشهد يعني مثل ما لتلك هلأ أنا كمتابع أو كحد عامل بهذا المجال لحظت موضوع طلب إستوانات الأكسجين كمتابع خلالي نقول ما أنا مختص لكن اليوم كقريبين من المرضى شو المشهد حسيت أنه كتير بارز ومتكرر بكل الحالات على المشهد البارز والمتكرر أنه نحن صار كتير قريب جدا من الرشح والقريب يختلط تماما هي عم تختلط حتى أغلب المرضى اللي نحن منطلع من عينهم منكون شاكين بين الرشح والقريب ما منأكد هالشي إلا بالمسحة بس عم نحاول قدر الإمكان أنه نفصل نحن بين هدول الحالات ونأكد هاد الشي بالمسحة ونحاول نقدم أي شيء هنه محتاجين هدول المرضى تماما يعني يوم دكتور عمر المتحورات الجديدة التطورات الجديدة والنتحورات للفيروس عم تكون معقدة حتى لفهمة عالميا عم تكون معقدة بعض الشيء اليوم تعاملكم مع الذروات تحديدا كيف عم بيكون منذ بدء ظهورها يعني نحن لما نتعامل مع الذروات نكون مجهزين كل عدتنا سواء الفريق الطبي مثل ما حكيت أو سواء الاستشارات الهاتفية وغيره نحن لما بتجينا هاي الموجة نقرر حسب الاستشار الهاتفية إذا هذا المريض بحاجة لمعاينة أو مسحة أو غيره ومنشوفه نعمل أحصائيات على هذا الشيء وعلى هذا الأساس نحن مستمرين بهذا العمل منذ بداية الموجة الأولى ولهلأ طبعا ولاحقا نحن ممكن نزيد خططنا بحيث أن نغطي كامل مدينة دمشق وريفة بشكل كامل لأننا نتبعين خطين عراض موزعين الأطباء حسب المناطق وموزعين الأطباء في المركز الصحي والطبيب يليع الاستشارات يعني اليوم أنا لما بيجيني استشارة على الهاتف في طبيب بالمركز بيرد على الهاتف بيعطي استشارته في طبيب أيضا بالمركز بيعمل معاينة بيروح على المريض في حال نحن مغطين هذا الشيء كمنطقة وفيه عندنا مثل ما حكيت لك توزيع الأطباء بالمناطق يعني مثلا فيه أطباء ساكنين بالمزة فيه أطباء ساكنين بجرمانة بصحناية بشارع السورة بمساكن برزة وغيرها من المناطق فنحن نحاول قدر الإمكان نغطي كل هدول المناطق وإن شاء الله نحاول نوصل لكامل مناطق ريف دمشق قريبا هل خطين العراض كانوا دائما بنفس السوية ولا زاد شي جديد مع تطور الفيروس؟ هلأ دائما نحن نزيد عن عدد الأطباء وعدد المتطوعين بالفريق بشكل عام مشان نقدم أكبر عدد ممكن من الخدمات لأنه مثل ما حكينا أنه نحن كل مرة وكل موجة عم يزداد هذا العدد سواء من المستفيدين من الاستشارات أو من المستفيدين من المعاينات أو غيرها من الخدمات اللي نحن ما نقدمها نعم هلأ اليوم في أوميكرون متحور جديد أيضا يعني عم تختلف عليه المنظمات والدراسات لكن بالمجمل كله يتفق على أنه خطر وشديد الخطور وأيضا اكتشافه قد يكون صعب وخاصة اليوم عم نحكي بالمجمل صار في اختلاط بين الرشح والزكام وموضوع فيروس كورونا فاليوم اطلعكم على تطورات أوميكرون ويعني اليوم بسوريا قديش هو وارد أنه يصبح موجود خاصة في دول الجوار يعني هو موجود وأكيد بسوريا موجوده هناك تصريحات لكن مو بهي الأعداد الهائلة الأول موضوع بالدناقش هو موضوع التصريحات نحن مثل نمت الأي دولة بالعالم ناخد التصريحات من الوزارات وزارة الصحة هي المانية بهذا الأمر فنحن اليوم وزارة الصحة لحد هذه اللحظة ما أعطت أي تصريح عن وجود أوميكرون بسوريا وطبعا أكيد هو موجود بدول الجوار وأعلنت عنه وزارة الصحة بلبنان مثلا بتركيا بأردن وغيره والعراق أيضا فنحن حاليا ما عنه أي تصريح رسمي بهذا الشيء لذلك ما فينا نأكد أو ننفي وجوده لكن نحن حاليا فيه عنه إصابات تتماشى أو قد تتماشى مع أوميكرون انتشار سريع أعراض موجودة لكن القصور التنفسي أو حاجة المريض للأكسجين أقل من الموجات السابقة وهذا الشيء يتماشى مثل ما حكينا مع موضوع أوميكرون يعني التعاطي مع آخرين نقول في حال صارت هذه الإصابات موجودة لا سمح الله التعاطي معه هو زات التعاطي مع أي حالة فيروس كورونا بأي متحور كان تماما نحن نتعاطى مع كل حالات الكورونا سواء دلتا أو أوميكرون أو غيره مثل ما تعاطينا نحن نفحص المريض نحاول قدر الإمكان أنه نعمل مسحة نأكد التشخيص أو ننفي إذا كان فيه تعاون من المريض يطلب بعض التحاليل صور ونحاول أنه بالنهاية نأكد أو ننفي هذا التشخيص وعلى هذا الأساس نحن نتعامل مع الحالة ونقسمه لحالات فرعية كتير معقد هذا التقسيم ما فينا نحكي فيها دكتور عمر اليوم كيف عم يتم تدعيم الكوادر الطبية عند حسبا لأي موجة جديدة لا نحن كل فترة منزيد عدد الفريق الطبي بالنسبة خلينا نحكي بالنسبة للمواعد اللي بتستخدموها الأكسجين الأدوية وما إلى هناك لا بالنسبة لدعم الأكسجين نحن عندنا كمية أسطوانات أكسجين كل فترة كمان هم يكون في ناس هم تتبرع فيهم تمام تمام في ناس هم تتبرع فيهم ونحن نعطيهم للمستفيدين بالنسبة لموضوع الأدوية أيضا وفي بعض التبرعات العينية من قبل أشخاص بحد ذاتهم يقدمون بعض الأدوية وأيضا في شركات دوائية كثيرة عم تقدمنا مجموعات أدوية كبيرة وواسعة كمان نحن عم نستخدمها سواء لمرضى الكورونا أو غير مرضى بالنسبة للدعم الحكومي هذا أيضا هو المطلوب وزارة الصحة اليوم هي ترعى بشكل أو بآخر عقمها وكل الفرق أم أنه هي فقط مشرفة أم متابعة شو دورة بالتحديد الوزارة الصحة هي مشرفة على كل الفرق اللي عاملة على الأرض وعندها تقارير أحيانا يومية وغالبا أسبوعية في أعداد المرضى اللي عم نشوفهم بالفرق الطبية التطوعية أو مناطق توزع هدول الإصابات أو الأعمار أو غيره فهي دائما أبتدت مثل ما بيقولوا مع الوضع بس كدعم مادي للأسف ما في أي دعم مادي دكتور عمر شو المشاكل اليوم عم يعاني منها دكتور عقمها هل في نقص إمكانيات انقطاع بعض المواد وما إلى هنا عليك ولا لا دائما نحن في عنا نقص أو على الأقل نحن ما عنا شعور بالرضا عن النفس لأنه دائما نحس أنه فينا نقدم أكتر بس يعني في بعض المشاكل يعني هي لوجستية بالنسبة للمواصلات لنروح نحن على المريض مثل ما حكيت نحن موزعين الفريق في مناطق ما نمغطينا مو موجود فيه أطباء فنحن مسألة الوقت والعجأة والمواصلات وتأمين البنزين وغيرها من مشاكل الدعم اللوجستي نحن أحيانا منعاني منا للأسف وبعض الأحيان نحن بتنتهي عنا الأدوية أو بتنغطي بس الحمد لله يعني دائما لما منوصل لهيك حد نحن منلاقي أنه في متبرعين أو في شركات أدوية عم ترفضنا بهذول الأدوية من الظهور الأول يعني إلى فيروس كورونا كان العام الأساسي بردعه هو الوقاية والتوعية توعية الناس حيال يعني إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلينا نقول اليوم عقمها على مستوى الأنشطة التوعوية شو عم يصير وشو القادم لأن احنا حاليا في عنا بعض الأنشطة التوعوية اللي قمنا فيها كانت بعض المحاضرات التعريفية عن أنواع اللقاحات الموجودة بسوريا عن أعراض كورونا طريقة تشخيصه استهدفت كتير فئات مجتمعية مختلفة ونحن خاطئين أيضا خطة للفترة القادمة مشان نزيد هي الحملات أكثر ممكن نوصل لمدن تانية وأرياف هذول المدن ونعمل أيضا حملات التوعية مشان نزيد الوعي حول بعض الشائعات اللي كتير عننا للأسف عن اللقاح والوقاية ونحاول قدر الإمكان أن نحن أيضا نحمل هذول الحملات بحيث أن كل فئات المجتمع فيها تفهمها بتكون على المستوى المناسب لإلن بحيث أن نحن نغطي أكبر عدد ممكن من الشائعات وغيره ومثل ما بتعرف يعني للأسف نحن عنا موضوع اللقاح كانت نسبة التلقيح قليلة مقارنة بالدول الثانية وهذا الشي كان العامل الأساسي فيه للأسف هو الإشاعات اليوم بدنا نستغل وجودك كمختص بهذا الموضوع ونحاول أيضا سويا نردع الشائعات ونحكي شوي عن اللقاحات الناس بتحكي شعبيا بيتميز معين بين هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع مدى صحة هذا الكلام؟ أول شغلة بدنا نأكد عليها أنه كل اللقاحات الموجودة عنا بسوريا آمنة وفعالة ومجانية المشكلة أنه نحن الناس تتعاطى مع الموضوع مثل ما تقرأ على الوسائل التواصل الاجتماعية فقط وعن تجارب شخصية جدا يقول لك أنا اليوم أخده ورفيئي وجاري وابن عمي وتعب وتوفى وانجلط ومات وغيره للأسف هي الشائعات من تشرب شكل واسع لكن هي أغلبة غير صحيح يعني اللقاحات المتوافرة عنا بسوريا كلها فعالة بنسبة 80 وفوق يعني في عنا مثلا نحن حاليا لقاح مديرنا ولقاح فايزر 95% و94% نسبة فعاليتهم والشائع الأكتر انتشارا هي موضوع الجلطات أنه كل الدراسات أشارت أنه لا موجودة الجلطات بنسبة خليلة جدا 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 وعند فئات كتير معينة من الناس عندها طفرات معينة ببنية الجسمية أهبت لهذا الشيء لكن هذا الشيء كتير قليل وما فينا نحن نتغاضى عن إيجابيات التلقيح مقابل هيك شائعات بسيطة وأمور بسيطة يعني كيف عم يكون الأقبال اليوم على اللقاح بالنسبة للسوريين ضمن دكتور عقمها هلأ نحن ما فينا نجيب على هذا السؤال بهذه الطريقة بس نحن عم ننصح الناس باللقاح بس وزارة الصحة أعلنت أنه حاليا فيه إزدياد بعدد الناس المقبلة على اللقاح لأنه اللقاح صار موجود بالقرب من كل شخص فيه أي شخص يروح على أقرب مركز صحي موجود ويأخذ اللقاح اللي بده أو حتى لو هو بده يسافر أو يأخذ لقاح معين فيه يروح على المركز الموجود في هذا اللقاح أو يتواصل مع وزارة الصحة وهي بتوجه أنه شو يعمل له أي مركز يتوجه دكتور عمر اليوم يعني بدنا نعرف أكتر منك شو النشاطات القائمة اليوم على خطة دكتور عقمها تحديدا شو عم بتكون هلأ دكتور عقمها نحن حاليا عم نقدم استشارات هاتفية للمرضى منقوم بمعاينات طبية للمرضى منحاول قدر الإمكان منغطي الأدوية اللي محتاجة المريض وكمان منحاول قدر الإمكان أنه نحن نوجهه لوين بيروح في حال هو ما حب أنه فقط يتابع علاجه بالبيت أو حب يتابع علاجه بالبيت نحن نوجهه للشي الصحيح سواء أنه يروح على المشفى يتابع علاجه بالبيت أو إذا هو حب أنه يراجع هيئة طبية معينة مثل المشافى الحكومية أو المشافى الخاصة كمان نحن نوجهه لهذا الشيء هذا كفريق طبي فريق عقمها هو فريق أوسع من هيك بكتير نحن في عنا ناس متخصصة بالتعقيم في حال في عنا إصابة كورونا في أحد المنازل والناس أهل البيت ما عرفوا كيف يتعاملوا مع التعقيم بهذا نحن فينا نقدم لهم خدمة التعقيم أيضا نحن فينا نقدم لهم للمرضى أسطوانات الأكسجين وغيرها من الأشياء اللي بتدعمه مشان يخرج من هيئة الأزمة الصحية اللي هو فيها نعم يعني اليوم كل العاملين بالمجال الطبي وما رح نشمل أو نعمم بعض العاملين دائما يطالبون بإجراءات حظر معينة بإجراءات تعقيم مثل اللي كانت عم تصير ببداية ظهور الفيروس في سوريا هل هذا الموضوع خلاني نقول حقيقي مطلوب اليوم يصير أم أنه كان بهذه المراحل اليوم في طريقة أخلانه الأذكى بالتعاطي مع الذروات تماما هو في طريقة أذكى من التعامل مع هذه الذروات والتي هي وسائل الوقاية الشخصية أو الفردية يعني نحن فينا نتجنب بنسبة عالية الإصابات بكورونا فقط بإلتزامنا بالكمامة وكمان فينا نتجنب الإصابة ودخول المشفى أيضا بإلتزامنا بأخذ اللقاح ما في داعي لأي إجراءات تانية غير الإفزام بهذه الشهلتين فقط الكمامة واللقاحات والاثنين أثبتوا أنه نسبتهم عالية جدا بالوقاية من الإصابة بكورونا تماما يوم هم يكون في الإصابات بالزياد ضمن الفريق ولا لا يعني هيك يطمنا يعني لا نحن المشكلة مثل ما حكينا أنه نحن ما ميزنا بين الخروج من الموجة الأخيرة والدخول بهذه الموجة يعني مثلا من بداية الدروة لحد اليوم هل في زياد؟ الحالية نحن بهذا الوقت الإصابات مستقرة وفق رتم معين تماما أريد أسألك على موضوع كتير مهم أنه بالنسبة لبعض اللقاح هل في إصابات هل اليوم في عالم ملقحة عم تجي ومصابة بالفيروس ولا لا؟ طبعا لا في ناس أخذ اللقاح وأصيبت بكورونا لكن اللي أخذوا اللقاح وأصيبوا بكورونا أغلب كان لا عراضي أو اللي كان عندهم أعراض كانت الأعراض خفيفة جدا جدا بحيث أنه هي مرت عليهم هي الموجة بسلام مقارنة بالناس اللي ما أخذوا اللقاح واللي اضطروا أن يفوتوا المشافر وغيره يعني الأعراض أخف؟ العراض عند الناس اللي أخذت اللقاح أكيد أخفوا نسبة قبولهم بالمشافر عالميا وعنا الفرق فيه كتير كبير مقارنة بالحالات يعني بيقول لك أنا تلقحت ولأ وبعدني أنا عندي كورونا تكرموا لهيك العالم اليوم عم بتخاف من فكرة التلقيح لا اللقاح عم يحبي بنسبة عالية جدا من الإصابات المتوسطة والشديدة وبيحبي بنسبة كبيرة من أنه هي الحالات المصابة بكورونا بتدخل المشافر وتحتاج لدعم الأكسجين وغيره فلا الأفضل هو أخذ اللقاح لأنه أثبت فعاليته بالوقاية من الإصابة ولما الناس بتنصاب بتكون الإصابة والأعراض خفيفة جدا أخيرا يعني هيك وعلى صعيد التذكير دكتور عمر كيف اليوم الناس ممكن توصل لفريق عقمها وأيضا للخدمات اللي عم يقدم نحن في عنا الرقم الإسعافي وخدماتنا 24 ساعة على 24 ساعة على مدار الأسبوع والأيام والأشهر والسنة كاملة فين يتواصلوا على الرقم الإسعافي اللي رح يظهر عندكم على الشاشة هلا ونحن جاهزين لأي شيء سواء كان استشارة طبية أو معاينة أو خدمات التاقيم أو تأمين الأسطوانات وغيره يعني يعطيكم العافية نحن دائما معكم أنتم ضيوف دائمين معنا ودائما منعرف هذا الشغل اللي عم تقدمه والتعب اللي عم تقدمه بدنا نشكرك دكتور عمر الله يعطيك العافية أنتو الشكر لألكم كمان كمنصة أعلامية عم تصلتوا الضوء على شغلنا وشغل الناس التانين من المؤسسات الصحية والحكومية وغير الحكومية في ظل موجة كورونا فكمان شكرون كتير لألكم شكرا جزيلا